مثال رقم 2 اذا علمت ان جهد سين صاد يساوي 2 ضرب 10 قوة 5 فولت وان جهد صاد يساوي 2 ضرب 10 قوة 2 فولت احسب الشغل اللازم بدله لنقل بروتون من سين الى صاد اولا الشغل من صاد الى سين هو عبارة عن الجهد من سين الى صاد ضرب شحنة البروتون ويساوي الجهد من سين الى صاد يساوي 2 ضرب 10 قوة 5 ضرب شحنة البروتون هي مساوي لشحنة الاكترون وتساوي 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 19 كولوم اذا 1.6 في 10 قوة سالب 19 كولوم ويساوي 52 ضرب 10 قوة سالب 15 جول المطلوب الاخر التغير في طاقة الوضع الكهربائية عند انتقال 1 ضرب 10 قوة 2 كولوم من صاد الى المالة نهاية اولا الفرع الثاني هو التغير في طاقة الوضع من صاد الى المالة نهاية ويساوي الجهد من المالة نهاية الى الصاد ضرب شحنة ايضا البروتون اذا في الشحنة المطلوب انتقالها ويساوي الجهد من المالة نهاية الى صاد هو عبارة عن جهد صاد ناقص جهد المالة نهاية ضرب الشحنة وتساوي جهد صاد هو عبارة عن 2 ضرب 10 قوة 2 ناقص جهد المالة نهاية هو عبارة عن صفر ضرب الشحنة هي 1 ضرب 10 قوة 2 كولوم اذا 2 ضرب 10 قوة 2 ناقص صفر هي عبارة عن 2 في 10 قوة 2 ضرب 1 في 10 قوة 2 والاجابة 2 ناقص اذا 2 ضرب 10 قوة 4 الخيار الثالث الشغل اللازم بدله لنقل الالكترون من سين الى صاد الشغل من سين الى صاد يساوي الجهد من صاد الى صين ضرب شحنة الالكترون ويساوي الجهد من صاد الى صين يساوي نفس القيمة هذا ولكن باشارة معاكسة يعني سالب 2 ضرب 10 قوة 5 ضرب شحنة الالكترون هي نفسها شحنة البروتون كولوم ويساوي سالب 3.2 ضرب 10 قوة سالب 14 جول اما اذا اردنا جهد سين فنحن نعلم ان جهد سين صاد عبارة عن جهد صاد ناقص جهد سين جهد سين صاد هو 2 ضرب 10 قوة 5 ويساوي جهد صاد 2 ضرب 10 قوة 2 ناقص جهد سين وبحل هذه المعادلة بيعطينا انه 2 ضرب 10 قوة 2 ناقص 2 ضرب 10 قوة 5 ويساوي الان هذه 10 قوة 2 يجب ان تكون نفس الاساس 10 قوة 5 اذا سوف تصبح في 10 قوة 2 في 10 قوة 5 ناقص 2 في 10 قوة 5 وبيعطينا الاجابة ويساوي سالب 1.9 ثمانية ضرب 10 قوة 5 في 10 قوة 5 في 10 قوة 5